طيب رقم اربعتاشر يقولي ان انا عندي يبدا كده فانا عندي السؤال رقم اربعتاشر اول حاجة ده تمام ومدين قيمة اللي هو طبعا احنا عارفين ان هي دي كده كده قيمته احنا عارفين كده كده يبقى اه بيقولي ومديني المسج ام اوف تي نفسها يبقى ام اوف تي بتساوي اي ام كوزين بو باي اف في سي او لا اف ام تي بقولي فايند زا فاليو اوف اف اي اوف تي طيب اف اي اوف تي كل اللي هنعمله ولكن بيساوي اف سي وهنشيل ام اوف تي دي ونحط مكان هي نحط مكانها قيمتها هنا اللي هي اي ام جوزين طوباي اف ام تي تمام? هي دي اجابة السؤال بكل بساطة. طيب انا هحاول ازود على حاجات ازاي هزود حاجات عندي على على السؤال ده. واحنا كده خلاص جوابنا على السؤال بس انا هعمل ايه? انا بقى هجيب الاس اف ام اوف تي. هنطبق في القانون ده. ونجيب الموديوليتة سجنة. اس اوف تي. طيب اس اوف تي. هي مفروض نهاية بتساوي اي اا اي سي. اللي هو الكارير امبليتود جوزين. وجوزين دي بيبقى عندي. اف سي تي. تمام? لس تو باي كي اف. لس تو باي كي اف انتجريشن من سفر لتي. لي ام اوف تاو. دي تاو. كل ده جوه ايه? كل ده جوه الجوزين. طيب. بقى اس اوف تي. هتساوي اي سي جوزين. طو باي. اف سي تي زي ما هي. بلاس طو باي. كي اف. والمسج ام اوف تي هنعوض عنها. ما احنا هو مدينا المسج. يبقى تكامل من سفر لتي. ام اوف تي هشيلها وحط مكانها كمتها. اللي هي اي ام. جوزين طو باي. اف ام تي. دي تاو. طيب. ونقفل الجوزين او الكوز بتاع الجوزين كل. وده بيساوي برضو اي سي جوزين طو باي. اف سي تي بلاس طو باي. تي اف. وهشيل الام. الام دي كونستانت. هشيلها بره التكامل. يبقى الام ما نحطها هنا. وتكامل الكوزين. احنا عارفين انه صين. تكامل الكوزين هو صين. على مشتقة ما بداخل الكوزين. جي بقى. هيبقى. صين. طو باي. اف ام تي. على مشتقة ما بداخل الكوزين اللي هو طو باي اف ام. حدود التكامل من سفر لتي يبقى دا بيساوي اي تي كوزين تو باي ف سي تي بلس تو باي كي اف اي ام وده هنا هيبقى تو باي على تو باي اي اف ام ممكن نطير هنا تو باي مع تو باي وحدود التكامل مرة نعود بالتي زي ما هي فتبقى صين تو باي ومرة هنعود عن التي بسفر فحنعرفين ان صين صين صفر بكم صين صفر بسفر ففي الاخر ده هيدينا ايه هيدينا اي سي جوزين تو باي اف سي تي بلس كي اف اي ام على اف ام صين تو باي اف ام تي تعمل؟ كل ده جوه الجوزين ما تنساشنا الحاجات دي كلها كده جوه الجوزين طيب كده انا الحتة دي زودتها من عندي بس هي اجابة السؤال ببساطة هي كانت الجزء ده طيب كده احنا حلنا السؤال رقم اربعة واشر ترجمة نانسي قنقر